ستة عشر راغباً في الترشح لرئاسيتها السبع من سبتمبر أدعى ملف الترشح لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قائمة حملت أسماء سياسية وأخرى حرة ينتظرون معالجة استمارات اكتتاب الفردية قبل الإعلان عن القائمة الأولية للمترشحين في السبع والعشرين من جوليا أمام السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ذكرنا لمدة سبعة أيام تكون السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قد أكملت دراساتها وتمحيصها ومراجعاتها المتعلقة بملفات المترشحين وبعدها لابد أن تصدر قرارتها المتعلقة بهذه الترشحات فالمحكمة الدستورية ستكون بالمرسات من خلال مراجعة قرارات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وفي أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ إرسال أخرى قرار للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تعتمد المحكمة الدستورية بقرار القائمة النهائية للمترشحين بما في ذلك الفصل في الطعون دور للمحكمة الدستورية وهو دور محوري دور أساسي بقرارات غير قابلة لأي طعم بقرارات نهائية بات كما قلنا وملزمة لكل السلطات بما في ذلك السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تلتزم خلال سبعة أيام خلال سبعة أيام قبل صدوره قبل إصداره من أجل تلك المراجعة بالتالي ممكن جدا أيضا أن تسقط بعض الأسماء الراغبين في الترشح من خلال الغربلة التي تحدث عنها والتي تتم أولا أو تقوم بها أولا السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ثم الغربلة الثانية وهي الرسمية والنهائية التي تقوم بها المحكمة الدستورية فيها الشن ويشرع المترشحون عقب قبول ملفاتهم المستوفات للشرط في عرض برامجهم الانتخابية خلال الحملة الانتخابية التي تفتح قبل 23 يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل ثلاثة أيام من السبع سبتمبر المقبل